انا بحرائكم مرة اخرى في مناقشة بالكابتن محمد عبدالله وجيمي طول الفاصل طول الفاصل على ايه بقى يا ترى مش هقول لكم على ايه بس هسأل كابتن محمد عبدالله على حاجة تانية عشان فاضلي دقيقتين بس اختب بيهم فرصة هو انت معاي سوريو مدرب الزمالك رأيك في ايه لا يصلح على طول كده انت خلصت دقيقتين ايه لك دقيقتين مش نص سانية لا يصلح والله لا يصلح انت ليه لا يصلح يعني انا طبعا لك كل احترامت في رأيك بس الكلمة بس اللي لا يصلح. اصلا اقول لك الى حاجة فعوجالة ممكن جمال يوافقني الرأي كمان. اه. انت راجل جاي بتلعب 3 ا4 ثلاثة على اين هو راسي. طيب ماشي. 3 ا4 ثلاثة عايزة مواصفات لعبة معينة. انا في الحالة الدفاعية بالاخص عشان فعوجالة. انا كشكبالة وكزيزو. الاتنين دول في الحالة الدفاعية بيلعبوا باكين. طب شكبالة بالسن ده في الوقت ده يسمح ان هو في الحالة الدفاعية يرجع يشتغلي باك ليفت. في الحالة الدفاعية زيزو اللي هو اعتبر من اهم المفاتيح اللي يابع عندي. هجومية. اشتغل باك رايت. طيب السلاسة بتاع خط الظهر. المسلوسي. على حاتم سكر. على حسان مع عميمين. التلاتة مش راكبين على بعض. لما كانت التلاتة دول شغالين. بس كان في عمود تيل قوي معهم. كان اسمه الوينش. وكانت فيه فوقان وكان فيه اثنين مبدعين في نص المرعة. كان طريق حامد. وكان فيه امام عشور. وعندك بن شرقه. وعندك بزيزو في احسن حالاته. كان السيف الجزيري في احسن حالاته. فالموضوع كان ماشي ساه. انما انت جايجي عايز تزبط حاجة او هو ممكن يكون عنده حاجة. بس مش مع العباء دي دلوقتي. ومش في الوقت ده.